سياسة مصرية بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تتخذ قبلة محددة شرقا أو غربا وإنما تعمل على تنويع مصادر القوة السياسية والاقتصادية فلا تبعية لأي دولة مهما كان ثقلها أو أهميتها علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية شهدت رفضا تقترب من المواجهة إبان فترة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ولكنها سياسة لا تستدعي العداء الكامل إلى أن وصلت إلى التوافق الكبير في ملف الحرب على الإرهاب منذ تولي الرئيس دونالد ترامب العلاقة المتوازنة امتدت إلى رغبة حقيقية في التعاون الوثيق مع القارة الأوروبية سياسيا واقتصاديا رغم محاولات عديدة لتعكير صف العلاقات لا سيامة مع دولة مثل إيطاليا إلا أن ذلك لم ينتهي سوى إلا تفرة كبيرة في العلاقات وشرقا تقارب مصري روسي كبير بعد تخلص مصر من حكم الجماعة الإرهابية ويقين الدولة الروسية من رغبة مصرية جادة في كسر شوكة الإرهابيين لينعكس ذلك على كافة أشكال التعاون وخصوصا التعاون الاقتصادي ولعل أبرز الأمثلة الاتفاق على إنشاء محطة الضبعة النووية علاقة متنوعة كانت للصين منها نصيب كبير ورغم كل ذلك لم يغفل صانع القرار أن البعد الإفريقي هو عنصر حاسم في العلاقات الخارجية وأن إهماله كان خطيئة سياسية كبرى إفريقيا لم تكن استثناءا إذ شهدت القارة السمراء عودة قوية لمصر تكللت في كم كبير من الزيارات المثمرة للرئيس السيسي في أنحاء القارة والتي انتهت بتولي مصر الرئاسة الاتحاد الإفريقي للعام المقبل ملف السياسة الخارجية بين يدي الرئيس الذي سيقود مصر خلال السنوات المقبلة وهو من أهم الملفات التي يجب أن يكون الجالس على كرسي الاتحادية واعيا ومدركا لأبعادها